كل أنواع السواد بس نحطه على النباتات إذا مصقينا بكمية ماء كبيرة النباتة بيحترق الساق طبعه بس ما بيموت مثلا أنا حطيت سواد هون الجمعة الماضية مفروض إذا مش حطيني سواد قبل الزراع منحط بعد التخنيق يعني منحط نعمل التلم من رد التراب ومنعمل التلم بالنص ومنحط السواد ومنعوم ماء هيدا أهم شيء بينما إذا كان النبات بعده صغير فينا منقرب كتير على الساق أو أهم شيء السوادي يدوب يعني ما يحرق الساق بس هون صار عندي أنا مشكلة بهيد المسكبة مسكبة البقدونس من بعد ما حطيت الله سواد فيه كم ورقة احترقه لأن كان بقي سواد عليهم ومدى بالسواد مضبوط هلأ تاني يوم من بعد ما سقيت كمية منيحة ماش الحال هون كم ورقة محروقة هاك كان في حال تاني فينا ندوب السواد بقلب سطل بماء وبعدين نص المسكبة إذا كانت كتير صغيرة مثل ما هون البقدونس كتير صغير هو البقدونس كان بعد أصغر من هيك بكتير بس لأن حطى سواد من تقريبا حوالي الأسبوع كبروا الوراق وصاروا هالقد بينما هن بس احترقوا كانوا كتير صغار ودقين بالتربة أما باقي المساكب لأ ما أحليهن وما تأثر وما احترقوا هيدا الهند هيدا البقلة والرقة والفجل كله ما تأثر ترجمة نانسي قنقر